موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مرحبا بكم إخوتي وأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج الذي عنوناه بمنهاج النبوة منهاج النبوة منهاج الرحمة والخير والرأفة والعلم أردنا في هذا البرنامج أن نقارن بين منهاج الذي قال الله جل وعلا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم والذي يقول عن نفسه أيضا إنما أنا رحمة مهدات أي للبشرية نقارن بين منهاج النبوة الصحيح وبين من يزعم أنه على منهاج النبوة ممن شوه هذا المنهاج العظيم الرحيم لذلك سنحرص في هذه الحلقات على المقارنة بين منهاج النبوة وبين منهاج الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا كثيرا وبليغا الذين يسمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج والذين يسير على نهجهم في أيامنا هذه داعش الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى التي شوهت جمال الإسلام وحرفت تعاليمه ومعانيه سنحرص في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك على هذه القناة الطيبة أن نأخذ مثالا على منهاج خوارج داعش وعلى منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الجميع أن منهاج النبوة بريء وبعيد عن من يدعي أنه خلافة على منهاج نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدأوا هذه الحلقة بذكر الخوارج الذين أكثر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منهم في أحاديث بلغت إلى عشرين حديث ما بين صحيح وحسن حتى يعلم الجميع أن ديننا قد حذر من هذه الفئة لأن بعض الناس يظنوا أن هذه الفئة التي تنتسب إلى الإسلام وهي داعش أنها ليست ممن قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لا رسولنا صلى الله عليه وسلم حذر منها بل وذكر صفاتها وذكر علاماتها من أجل أن نحذرها حذرا بينا واضحا يا إخواني سيتبين لكم من خلال هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفرقة كأنه يعيش بيننا ويرى بأم عينيه ما يفعله هؤلاء الدواعش في أمة الإسلام لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من خوارج داعش؟ لماذا؟ أولا لكي لا يلتبس أمرهم على الناس فيظنونهم على منهاج النبوة الأمر الثاني لكي يعلم الناس شدة خطرهم وضررهم وتلبيسهم على الإسلام ثالثا أنهم ناس سفكة دماء ليسوا فقط أصحاب رأي فكري يمكن أن يقال حرية الرأي إنما هؤلاء يتجاوزون الرأي إلى سفك الدماء وسلب الأموال سنبين هذه الصفات التي جاءت في السنة وأبدأ الآن بأول صفة من صفات الخوارج ومنهم داعش التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام يأتي آخر الزمان قوم تأملوا معي إخوة المشاهدين احفظوا هذه الأحاديث وفكروا فيها وتأملوا فيها وعوها يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إذن أول صفة من صفات الخوارج التي تنطبق على داعش انتبوا إخواني المشاهدين ومشاهدات وخصوصا في محافظة نينوة كثير من الدواعش يحاول أن ينفي عن نفسه أنه من الخوارج نحن سنثبت أنه من الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم فرقة ضالة قال حدثاء الأسنان ما معنى حدثاء الأسنان؟ أي صغار السن ولذلك تجد أغلب قيادات وأتباع هذه الجماعة جماعة الداعش هم من صغار السن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من صفات هؤلاء الذين سيخرجون في آخر الزمان أنهم صغار السن لأن صغير السن يكون بعيدا عن التجربة وبعيدا عن التعقل وبعيدا عن فهم الحياة لذلك يتصرف أقرب إلى تصرف المجنون والذي لا يفكر بالعواقب يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يقول الحدث هو صغير السن إذن هم صغار السن هذا الصغر في السن جعلهم يتجاوزون على العلماء وجعلهم يتجاوزون على الكبراء يا إخوة الفضلاء في أمور الدين لا يمكن تعلمها وتلقيها إلا بأن يلتزم الصغار بالكبار يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم بركة المسلم الشاب أن يكون تبعا لأكابرنا في العلم وأكابرنا في السن صاحب السن مر بتجارب فعرف غور الحياة وتعمق فيها لذلك لن يكون مستعجلا في حكمه ومستعجلا في قراراته داعش تجدهم صغار السن لا يحترمون كبيرا ولا يجلون عالما ولا يعرفون لذي حق حقه لذلك هذه الصفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إذن هم هؤلاء حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم قد يقول قائل إن إبراهيم عليه السلام كان فتى كما ذكر القرآن فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وكان بعض الصحابة كابن عباس صغير السن فهل هذا ينطبق؟ نقول لا إبراهيم عليه السلام كان فتى ولكن كان ينزل عليه وحي يسدده ويؤيده هل دواعش ينزل عليه وحي الآن؟ أيضا ابن عباس لما كان صغير بالسن لم يكن يستقل بالأمور دون الكبار بل كان هو تبع لأبي بكر وعمر كبار السن والعلم وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما تلقى العلم عن كبار السن من هم شيوخ هؤلاء؟ اسألوهم يا أهلنا في نينوى وغيرها اسألوهم من شيوخكم وأساتذتكم حتى نعلم أنكم تلقيتم العلم تلقيا صحيحا لذلك يقول محمد بن سيرين التابعي الجليل يقول اسألوا اسألوا لما تتعلم اسألوا من أين تأخذون دينكم انظر من أين تأخذ دينك هذا صغير السن حدث من أين أخذ دينه؟ هل في يوم وليلة استطاع أن يكون فقيها عالما راسخا؟ لا والله إذن يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول العلم متى ما جاء من الأكابر إلى الأصاغر صلحة ومتى جاء العلم من الأصاغر إلى الأكابر فسدى وهذا هو واقع الآن داعش الأغلبية سحق فيها صغار السن وهي صفة أو علامة من علامات الخوارج التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها أيضا الصفة الثانية من صفات خوارج داعش التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأوراة بخاري ومسلم من أفس الحديث الذكرناق قبل قليل قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الصفة الثانية أنه سفيه سفيه وذلك تجد الآن الدواعش بذاءة في اللسان وقسوة في العبارات رمي بالتكفير والرد على عباد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الحديث شفه الأحلام أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل فهؤلاء اجتمع فيهم صفتان صغر السن مع السفاهة وقلة الحلم تأملوا عباد الله وإخوة المشاهدين جاء في صيح البخاري في قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا قال فجئت إلى ربي جل وعلا فأمرني بخمسين صلاة ثم نزل نبينا صلى الله عليه وسلم فلقي موسى عليه السلام فقال له موسى بماذا أمرك ربك قال أمرني ربي بخمسين صلاة انظروا وتأملوا ماذا قال موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام يا محمد إني قد جربت قبلك بني إسرائيل ولم يطيق ذلك فإن أمتك لا تطيق ذلك موسى عليه السلام اعتمد في عدم تحمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لخمسين صلاة في اليوم والليلة على التجربة تجربته الواسعة والطويلة مع بني إسرائيل إذن التجربة في الحياة في الدعوة في التعليم في الصبر على الناس هذا أمر معتبر في الشريعة هؤلاء الدواعش أهل سفاهة وعدم حلم أين تجربتهم الواحد منهم أو كثير منهم لم يلتزم بدينه إلا بعد احتلال داعش لنينوى يعني ما صر له سنة أو سنتان أين تجربته الدينية والدعوية في الحياة أين هي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم سفهاء الأحلام فإذن هذه صفة مجدت فيهم ثالثا من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهي تنطبق على داعش الغرور والتعالي والعجب بالنفس والأعمال يقول صلى الله عليه وسلم إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون انظروا إخوة المشاهدين يعبدون يعني يعبدون الله جل على ويدأبون يعني يتعبون في العبادة حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية رواه أحمد بإسناد صحيح تأملوا معي إخوتي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن قوم سيأتون يعبدون ويدأبون ويتعبون حتى الناس لما ينظرون إلى عبادتهم وشدة تعبدهم وتعبهم في العبادة يعجبون بهم ألا ترون أن كثير من الدواعش عندهم استبسال وشجاعة وتضحية بنفسه ينتحر حتى الناس يعجبون بهذه الأمور ويعجبونهم أيضا بأعمالهم لذلك تجدهم بسبب إعجابهم بأنفسهم أي الخوارج ومنهم داعش وإعجاب الناس بهم وصل بهم الأمر إلى أن يغتروا بأنفسهم ويتعالوا على العلماء لا يعترفون بعلماء يسمون كل العلماء علماء سلاطين أو علماء بغلة السلطان أو علماء الحكام أو يسمونهم علماء مداهنين أو يسمونهم علماء حيض ونفاس يستهزئون بهم ويستهزئون بتعلمهم لشرع الله جل وعلا إذن هذه الصفة الآن موجودة في الدواعش انظروا إلى دواعشنا ماذا يفعلون؟ عجب غرور تعالي أنا يحدثني كثير من الناس في الموصل يقول يمرون بنا ولا يسلمون علينا حتى في المسجد الذي يخالفهم في الرأي وفي الوجهة لا يسلمون عليه ويتعالون عليه ويسمونه منافق أو يسمونه مرجع أو يسمونه عالم سلطان كل هذه المصطلحات لسبب الغرور والتعالي والعجب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الصفة الرابعة من صفات الخوارج والتي تنطبق على داعش في يوم هذا احفظ أخي احفظ هذه الحاديث حتى تكون على بينة وبصيرة نحن أصبنا في ديننا وأعظم المصيبة أن تكون في الدين إخوة المشاهدين والمشاهدات نحن لما جهلنا ديننا وغيب عنا ديننا استغل الدواعش هذا الجهل بديننا في أن ينشر كثيرا من باطله وينشر كثيرا من تلبيساته لذلك انتبه لهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكون على بصيرة الصفة الرابعة الاجتهاد في العبادة الاجتهاد في العبادة يعني ما معنى الاجتهاد في العبادة يعني تجد الداعشي الخارجي يصلي ويصوم وقد يصوم الاثنين والخميس وقد يصوم ثلاثة البيض وكذلك تجده يقوم الليل وتجده يقاتل ويناضل في قتاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومنبها على هذا الصفة حتى لا نغتر بها يقول ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء رواه مسلم وقال في رواية البخاري ومسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الذين هم أفضل جيل وأحسن جيل ماذا يقول فيهم يقول صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم يعني أنتم الصحابة تحتقرون صلاتكم وعبادتكم وصيامكم عند الخوارج لأن الخوارج أشد منكم صلاة وصياما وقراءة للقرآن فإذن سأبين بعد فاصل قصير أمورا مهمة نبع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم التي بها اغتر الناس بهؤلاء الدواعش فنسبوهم إلى منهاج النبوة وهم من منهاج النبوة براء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه إخوة المشاهدين وصلنا إلى الصفة الرابعة من صفات الخوارج التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن ينبه الأمة إلى خطر هذه الجماعة وهذه الفرقة الضالة المنحرفة لكي لا يلتبس أمرها على الناس فيظنون أن هؤلاء يسيرون على منهاج النبوة من أجل بعض أقوال أو أفعال أو أعمال إسلامية ومنها ما ذكرناه قبل الفاصل ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة الكرام رضي الله عنهم يقول أنتم لما يأتي الواحد منكم مع هؤلاء الخوارج يحتقر عبادته ويحتقر عمله الصالح ويحتقر صلاته وصيامه وقراءته للقرآن لأن الخوارج هؤلاء كثيروا العبادة ومجتهدين في العبادة إذن ينبغي أن تنتبه أخي المسلم وبل ينتبه كل الناس إلى أن هؤلاء عندهم زهد وعندهم عبادة وعندهم صلاة وصيام ولكن هذا لا يغني من الحق شيئا ولا يدل ذلك على صحة منهجهم ولا صحة فهمهم للإسلام ولا صحة عملهم بتعاليم الإسلام بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنهم هذا أمرهم لكي نحذر من سوء فعالهم وفسادهم في الأرض كما نرى ونشاهد يقول ابن عباس رضي الله عنه ما حبر الأمة وفقيهها يقول لما ذهب إلى الخوارج يريد مناظرتهم يقول فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود رواه عبد الرزاق في مصنفه لما خرج الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان هذا أول خروج لهم علني أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكي يناظرهم ويحاورهم فجاء ابن عباس إليهم يناظرهم ويناقشهم ويحاورهم يقول فلما دخلت عليهم رأيت ناسا مجتهدين في الصلاة وجوههم معلمة عليها علامة من آثار السجود ويقرؤون القرآن وهم أهل شضف وغلطة في حياتهم ومع ذلك هل غرى ابن عباس هذا الذي رآه من الخوارج أو جعل ذلك دليلا على أن الخوارج هالخير إخوتي الكرام هذا كان في الخوارج الأولين أما داعش اليوم ليس فيه حتى هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد عندهم كثرة صلاة ولا كثرة عبادة ولا اجتهاد في العبادة ولا كثرة صيام فهؤلاء من باب أولى وأولى أن يكونوا من الموارق ومن الخوارج الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه أخي لا تغتر بزهدهم أو بعبادتهم أو باجتهادهم في التضحية كان أحد أهل البدع والأهواء يدخل على الخليفة أبي جعفر المنصور وكان رجلا زاهدا ورعا لكنه كان فكره منحرفا فكان قد اغتر به ويقول كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد فيقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير علام النبلة معلقا على هذا الحدث يقول غفل عن بدعته واغتر بزهده هذا حال كثير من الناس اليوم بعض الناس غفل عن فساد وإفساد داعش واغتر ببعض عبادات أو ببعض آيات يتلونها أو أحاديث نبوية يذكرونها والأعداء الإسلام استغلوا هذا في الطعن في الإسلام يقولون هؤلاء إذن هم الإسلام وهم الذين يمثلون مسلمين بسبب اجتهاد في العبادة فلا هذا ولا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرن ذكر لنا صفاتهم ومواصفاتهم ومنها أنهم يجتهدون في العبادة فيقول لنا يا مسلمين لا تغتروا بهم لكثرة عبادتهم ويقول للصحابة رضي الله عنهم لا تغتروا بالخوارج لكثرة صلاتهم وعبادتهم الصفة الخامسة من صفات الخوارج التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم سوء فهمهم للقرآن الكريم الخوارج الأولين اللي هم فرقة ظالة من حرفة ويتبعهم على ذلك داعش اليوم يعظمون القرآن بعض الناس يقول لك كفار لو مسلمين هي مهنة الإشكالية الإشكالية أنهم يدعون حب القرآن وتعظيم القرآن الإشكالية مو في تعظيمهم للقرآن أو تعظيمهم للسنة الإشكالية في سوء فهمهم للقرآن الكريم ولقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الصفة وحذرنا منها لكي لا نغتر يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقرؤون القرآن إذن الخوارج ومنهم داعش يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لماذا؟ لأنهم أساءوا فهم القرآن الكريم ويقول صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته لكن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يدخل إلى قلوبهم فيعوه ويفهموه الفهم الذي أراده الله تعالى وأراده نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم يقول عن الخوارج وأتباعهم داعش يقول ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب يعني يقول ليس المطلوب من المسلم فقط أن يقرأ القرآن ما هذا إشكالية؟ نقرأ القرآن بدون فهم بدون معرفة لمعانيه قال إنما بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب إذن هو لا يجاوز حناجرهم لا يدخل إلى قلوبهم حتى يفهموا الفهم الصحيح يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول القرآن على أربعة أوجه القرآن الكريم تفسيره على أربعة أوجه تفسير يعرفه كل الناس وتفسير يعرفه من عرف لغة العرب وتفسير يعرفه العلماء الراسخين في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا فهؤلاء لم يرجعوا إلى فهم القرآن إلى تفسير العلماء تفسير الصحابة إنما أخذوا بظواهر الآيات يقول الإمام بن تيمي رحمه الله هذا الإمام ينتسب إليه الدواعش كذبا وزورا مثل ما انتسب كثير من أهل الملل والنحل إلى نبي أو رجل صالح كذبا وزورا فيقول الإمام بن تيمي رحمه الله يقول من يأخذ بظواهر الشرع دون النظر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة فهذا طريق من طرق أهل البدع نعم الدواعش كما سيأتي في حلقات قادمة إن شاء الله سيتبين لنا أنهم يأخذون بظاهر لفظ آية ولا ينظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية لا ينظر إلى السيرة النبوية في تفسير هذه الآية لا ينظر إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية لا ينظر إلى تفسير أهل العلم الراسخين لهذه الآية أهل العلم الراسخين الذي يقول الله تعالى فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جعل الله تعالى الناس قسمان قسم يعلمون ولهم وظيفة ما هي وظيفتهم؟ أن يجيبوا الناس وأن يعلمهم وقسم آخر وهم أكثر المسلمين لا يعلمون ما هي وظيفتهم؟ أن يسألوا وأن يتعلموا الدواعش صاروا كلهم من أهل الذكر مع أنهم لم يسيروا على مسلك ومنهج وطريقة أهل العلم في تلقي العلم وفي تعلمه وتعقله وتدبره إذن يقرؤون القرآن ولكن يسيئون فهمه قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه النقطة قال وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن الكريم لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه تأملوا معي هذه كلمة مهمة أيها المشاهد الدواعش قد لا يقصدون معارضة القرآن هو قد يكون يريد القرآن ويحب القرآن لكن مشكلة هذا الداعشي الخارجي مشكلته أنه يفهم من القرآن ما لم يدل عليه القرآن وما لم يريده الله لماذا؟ لأنه أصلا لم يتعلم أصول التفسير ولم يتعلم أصول الاستدلال ولم يتعلم أصول الفقه ولم يتعلم العربية لذلك جاء خالي الوفاض من كل هذه الأمور وجاء هكذا يعني يريد بدفع بالصدر أن يفسر القرآن على ما يظهر له وما يعتقده ثم يستدل له انتبه لهذا الصحابة أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله بعض الناس قيل له هل أنت تبغض الحرورية يعني الخوارج قال نعم قال له لماذا؟ قال لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين رواه البخاري معلقا وصله غيره بإسناد صحيح الله أكبر يعني صحابة انتبهوا من الزمن الأول إلى منهاج الخوارج اللي هو مو منهاج النبوة هذا يقول خلافة على منهاج النبوة هذا مو خلافة على منهاج النبوة هذا خلافة على منهاج الخوارج اللي نحن الآن نسوق الأحاديث وآثار الصحابة في التحذير منهم وإلا الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وادعوا أنهم الخلافة لهم والدين لهم علي بن أبي طالب على باطل وكفر وهؤلاء على صواب هكذا نحن نعيش مع أولاء الخوارج منذ القرن الأول الهجري يقول ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين لماذا؟ سوء فهمهم للقرآن لا يعرفون مناطات وعلى الأحكام يجعلون الآية نزلت في الكفار يطبقونها على المسلمين قال الحافظ بن حجر العسقلان رحمه الله كان يقال لهم القراء يعني الخوارج ومنهم داعش يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك في الحلقات القادمة سنذكر إن شاء الله هذا الفهم السيء لآيات كثيرة وأحاديث نبوية مطهرة كثيرة سنبين فيها بالأدلة وبكلام العلماء الراسخين المقبولين في الأمة سنبين أنهم فهموا مرادات الله ومرادات النبي صلى الله عليه وسلم بفهم مغلوط وفهم سيء وسيتبين لنا أن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن ويفسرونه على مرادهم سيتبين لنا صدق هذه المقالة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الرضوان الله عليهم بإذن الله تعالى أيضا الصفة السادسة من صفات الخوارج الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويتنطبق على داعش اليوم الكلام الحسن المنمق يقول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقول يحسنون القيلة ويسيئون الفعلة وأنا أرجو من كل مشاهد أن ينتبه لهذا الحديث العظيم حديث صحيح يقول يحسنون القيلة ويسيئون الفعلة كثير من الناس في الموصل يستمع إلى خطب الدواعش يوم الجمعة يسمع آيات حديث أحيانا يقول والله هذا كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام جيد يسمع الدواعش يقولون نحن جئنا من أجل حقوق أهل السنة نحن جئنا من أجل نصرة أهل السنة نحن جئنا من أجل نصرة المظلومين والمهضومين يذكر هذه الأمور وهي أمور حسنة جيدة لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر إلى حسن قولهم انظر إلى سوء فعلهم ماذا نجد سوء فعلهم؟ نجد أنهم كل يوم يقتلون ويذبحون ويعتقلون ويسلبون الأموال باسم الزكاة وباسم الفدية وغير ذلك إذن هذه العلامة تفيدنا في معرفة الخوارج يقول يحسنون القيل ويسيئون الفعل إذن انظروا إلى أفعالهم لا تنظروا إلى أقوالهم ويقول صلى الله عليه وسلم يتكلمون بكلمة الحق يعني هؤلاء الخوارج يقولون كلمة حق لكن هل فعلهم ليس كذلك ويقول صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية يعني من هو قول البرية؟ خير قول البرية هو قول الله جل وعلا فيقول هم يقولون من قول خير البرية فلذلك يسدلون بآيات وأحاديث يحسنون القيل يا إخوة انتبهوا لا تنظروا إلى أقوال الدواعش وحسنها وبلاغتها وزخرفها لكن انظر إلى أفعاله يقول من ثمارهم تعرفونهم كما يقول عيسى عليه السلام من ثمارهم تعرفونهم ما هي ثمار أفعالهم في نينوى؟ الفساد والإفساد وضيق المعيشة وتشويه الإسلام وهروب الناس واعتزال الناس وفساد البلاد والعباد والقتل والذبح وسلب الأموال إذن انظر إلى فعالهم ولا تنظر إلى أقوالهم لذلك لما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب على منبر الكوفة دخل عليها أحد الخوارج وقال لعلي بن أبي طالب قال له يا علي الله تعالى يقول إني الحكم إلا لله يعني يستدل بآية من كتاب الله جل وعلا من سورة يوسف هل هذه كلمة حق؟ كلمة حق هذا حسن في القول حسن في القول لكن علي بن أبي طالب انتبه ويجب علينا اليوم كلنا كمجتمع أن ننتبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل قال أنت أنت إنما أردت بقولك هذا الباطل وأفعالك كلها تصرفت بهذه الآية على الباطل إذن نحن نحتاج أن ننظر إلى فعالهم وإلى مراداتهم ليس فقط إلى أقوالهم نكمل بعد فاصل قصير الصفات الأخرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد أخوة المشاهدين وقفنا عند الصفة السادسة من صفات الخوارج التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي يدخل فيها أيضا داعش في عصرنا الصفة السادسة اللي يقفنا عندها هي أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل وهذه الصفة في كل الخوارج منذ ظهورهم الأول إلى يومنا هذا يقول الإمام السندي في حاشية على سنن النساء يقول أن يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس في الظاهر مثل إن الحكم إلا لله ونظائره ونظائره كدعائهم إلى كتاب الله تعالى الصفة السابعة من صفات الخوارج وليتنطبق على دواعش عصرنا التكفير واستباحة الدماء وهذه من أظهر وأقوى وأوضح الصفات للخوارج قديما وحديثا وهي الصفة الفارقة بين منهاج النبوة الحقيقي وبين منهاج النبوة الكاذب الملبس على الناس يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه العلامة والصفة يقول عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وكلكم يعلم أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم كتاباء البخاري ومسلم يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون يعني يتركون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام لماذا يقتلون أهل الإسلام مثل ما يفعلون الآن مرتد منافق كافر صحوتي خارج عن الإسلام خارج عن شريعة الإسلام يجب قطع عنقه يجب أن يذبح يجب أن يحرق لماذا يقتلون أهل الإسلام لأنهم يكفرون المسلمين ويضللون المسلمين ويحكمون عليهم بالردة يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم يقول وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم إذن هي العملية متصلة بعضها ببعضها مترابطة استحلوا دماءنا وأموالنا بسبب تكفيرهم لنا كفرونا فاستحلوا دماءنا وأموالنا يقول الإمام بن تيمي رحمه الله عن هذه الصفة يقول وهذا من أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أعظم صفة تعرف بأن هذا الإنسان خارجي ولا غير خارجي انظر إليه هل يكفر المسلمين ويقتلهم ويسلب أموالهم مثل ما يفعل الدواعش الآن إذن هو خارجي هؤلاء خوارج شاءوا أم أبوا مهما حاولوا أن ينفع أنفسهم الخارجية هم خوارج يقول أيضا شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله يقول فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين انظروا الآن اليهود صار لهم عقود يحتلون فلسطين هل وجدتم عملية لداعش في فلسطين مع اليهود لن تجد ذلك مع أنهم مغتصبين محتلين هل تجد ذلك في أي منطقة لبلد مسلم محتل وجد هؤلاء لن تجدهم لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام لم تجد ما تسمى دولة إسرائيل أمنها وأمانها في عصرنا مثل هذه المرحلة التي نمر بها التي شغلت بها داعش بلاد المسلمين بقتلها وقتالها واعتدائها وظلمها لذلك هذه الصفة تنطبق عليهم يقول أيضا ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله كما يحدث الآن في نينو وغيرها وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها لذلك الدواعش الآن يبتدعون قولا أو فعلا يكفرون الناس عليه ويستحلون دماءهم وأموالهم يكفرون الناس ليس فقط بكبائر الذنوب كما كان سلفهم من الخوارج بل يكفرون بما ليس ذنبا ولا معصية يكفرون الناس بالظنون والشبهات وبما يسوغ فيه الإخلاف والاجتهاد العلمي وبما هو من المباحات ومن الجائز وكذلك يكفرون المعينين من المسلمين بلا وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذه المباحث كلها سنفرد لها حلقات نتكلم فيها واحدة واحدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة أنهم يقتلون أهل الإسلام واشتد قتلهم لأهل الإسلام وسرقتهم للأموال وسلبهم لها قال عنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقول هؤلاء كالدواعش يمرقون من الإسلام ما معنى المروق؟ المروق في العربية يعني الخروج يعني يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أي الواحد منهم يمرق من الإسلام أي يخرجوا من الإسلام كالسهم الذي يدخل في الحيوان المصيد السهم الذي يدخل في الحيوان المصيد عندما يدخل فيه بقوة وينفذ فيه بقوة ويخرج منه لا يأخذ شيئا من دمه ولا من لحمه ولا من جسد ذلك الصيد نفس الحال هؤلاء يدخلون في الإسلام تجدوا متكلمون عن الإسلام وبالإسلام لكن يخرجون منه وليس معهم من الإسلام شيء وذلك بسبب ضلالهم وانحرافهم الخطير يقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج ومنهم الدواعش شر الخلق والخليقة الله أكبر والله لو تتبعت السنة كلها لن تجد مثل هذا الحديث حتى في اليهود حتى في المشركين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن اليهود ولمشركين شر الخلق والخليقة قال عن الخوارج الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لكن لأنهم مرقوا وخرجوا عن الدين بتكفيرهم للناس واستحليلهم من الدماء ولماء كما نجد الآن من داعش قال عنهم شر الخلق والخليقة والله صدق هذا أفضل وصف يوصفون به ولذلك يا إخواني يقول بعض أهل العلم يقول هؤلاء الخوارج ومنهم الدواعش شر على المسلمين من اليهود والمشركين أي والله شر علينا من اليهود والمشركين يعني الآن الأسير الفلسطيني في سجون إسرائيل يتمتع بحرية وبخير وبنعمة ما لا يتمتع به الإنسان المسلم المأسور عند هؤلاء الذين يسومونه سوء العذاب ثم ينهون حياته بذبحه أو إطلاقة رصاصة في رأسه شر الخلق والخليقة وعند أحمد بسند جيد طوبى لمن قتلهم وقتلوه طوبى لمن قتلهم وقتلوه أي هؤلاء الخوارج يقول ابن حجر رحمه الله وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية إذن هؤلاء شر الخلق والخليقة بسبب تكفيرهم للناس واستحلالهم لدماء ودماء الآن أي واحد تسأل تقول هل مر بحياتك هذه في العراق فتنة أو شدة أو مصيبة مثل هذا الذين عيشوا الآن يقول لك لا رأينا التهجير والنزوح وغيرها وطبعا هذا كله بسبب داعش ومعها الميليشيات أيضا هؤلاء الذين فعلوا الأفاعيل في هذا البلد وفي الناس الطيبين الذين هجروهم وأفقروهم وقتلوهم وذبحوهم الصفة الثامنة من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج اتخاذهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس دائما الخوارج ومنهم الدواعش يتخذون شعار يتميزون به عن سائر الناس إما في راية أو في ملبس ولذلك تجدون الآن ماذا يفعلون يتميزون في عصرنا يلبسون اللباس القندهاري يرفعون الرأيات السود يا أخي لماذا تلبس اللباس القندهاري؟ نحن نلبس لباس قومنا لما محمد بن حمد رحمه الله يقول إلبس لباس قومك وهذا باتفاق العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس قومه قريش وأهل أهل الحجاز كانوا يلبسون العمامة والثوب والقميص العباءة هذا كان عرفهم وعادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفهم لبس لباس قومه فأنت الآن تلبس للقندهاري وجعلته شعار هذا ليس لباس الإسلام ولا لباس السنة هذا لباس أهل تلك البلاد وليس لباسنا كل يلبس لباس لكن جعلوه شعارا لهم وعصاب سوداء ورأي سوداء كله تدل على سود قلوبهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج الأولين أنهم تميزوا بماذا؟ بأن سيماهم التحليق يعني يحلقون شعورهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال تمرق مارقة سيماهم التحليق على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أدنى أقرب الطائفتين إلى الحق اللي هي طائفة علي رضي الله عنه ستقاتل الخوارج وهكذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهم أن سيماهم التحليق أنهم يحلقون شعورهم هؤلاء اللي كانوا في ذلك المعسكر الذي قاتل عليا لكن ليس هو وصف لكل الخوارج الآن في الموصل الدواعش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيماهم التحليق ونحن لسنا محلقين لشعورنا بل شعورنا طويلة نقول أنتم قوم تجهلون هذه التحليق هي صفة وعلامة الخوارج الأولين الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه بنص الحديث حديث هو يقول يقول سيماهم التحليق على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أي هؤلاء اللي سيماهم التحليق وليس صفة لكل زمان ومكان لكن في زماننا شعاركم هو تطويل الشعر أو اللباس القندهاري أو غير ذلك يقول ابن تيمير رحمه الله يقول وهذه السيما سيما أولهم يعني سيما تحليق الشعر كما كان ذو الثدية لا أن هذا وصف لازم لهم يقول هذا ليس وصف لازم في كل زمان ومكان هذا كان وصف الأولين ذكر هذا في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 97 و 400 لكن في زماننا شعاركم هو تطويل الشعر وتطويل الشعر هذه الكفشة الداعشية ليست من السنة النبوية يعني بمعنى أنه ليست سنة عبادة وإنما هذه سنة عادة كان الناس كلهم مشركهم ومسلمهم كان يطيل شعره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي ليست عبادة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأى صبيا قد حلقوا بعض شعره وتركوا بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله إذن هو لو كان سنة ما كان احلقوه كله إذن هذا أمور مباحة حسب عادات الناس وتقاليدهم وليس أمرا دينيا قال هذه صفة أولهم لكن المقصود والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق أي أنه يقصد أنهم يتخذون شعار في كل زمان ومكان لهم شعار في ذلك الزمان كان هذا شعارهم واليوم هذا شعارهم يقول الإمام القرطبي رحمه الله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا هو الآن الذي يفعله الدواعش في تطويلهم الشعر والقندهاري أولا يظنون أن هذا من باب الزهد في الدنيا وكذلك من أجل أن يعرفوا ويتميزوا هذه ثمان صفات وهناك صفات أخرى الإمام مسلم صاحب الصحيح رحمه الله ذكر في كتاب الزكاة صفة الخوارج وخروجهم هكذا بواب باب في كتاب الزكاة أنصح كل مسلم الآن يشاهدني أن يذهب إذا عنده صحيح مسلم يفتحه وإذا لم يكن عنده فلينظر في النت يفتح صحيح الإمام مسلم إلى كتاب الزكاة باب صفة الخوارج وخروجهم وخروجهم ذكر عشرة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علاماتهم وصفاتهم وشعارهم السؤال المهم لماذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الصفات الخوارج وخروجهم وعلاماتهم ذكروا في كتاب الزكاة لماذا اجدخل كتاب الزكاة بموضوع الخوارج سأجيبكم لكن قبل أن أجيب جاء مباشرة أذكر أول حديث ذكره في صفة الخوارج وهو حديث ذو الخويسرة التميمي يقول هكذا الإمام مسلم يروي الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه يقول جاء رجل كث اللحية ناتئ الجمين غائر العينين مشمر عن إزاره مشمر عن إزاره شوف يعني عنده الهدي الظاهر لحية وثوب قصير وكذا والرسول والصحابة رضا عنهم كان لعدهم لحية وكذا لكن هذه لحية على منهاج النبوة وهذه لحية على منهاج الضلال والإنحراف فلا تغتر باللحية ولا تغتر بالمسبحة ولا تغتر بالآيات اللي يذكرها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد غزة حنين فقال هذا ذو الخويسرة التميمي قال يا محمد اتق الله واعدل انظروا انظر لهذا السوء الأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل إذا كانوا هكذا يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الأمة وحكامي الصالحين قال يا محمد اتق الله واعدل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل يأمنني من في السماء ولا تأمنونني إذن لماذا جعل الإمام مسلم هذا صفة الخوارج في الزكاة لأن أول خروجهم واعتراضهم كان من أجل الدنيا المال لذلك تجد الآن الدواعش أحرص شيء الآن في الموصل على ماذا يا إخواني على أمريني قتل سلب أموال غير هاي الأمرين ليس لهم علاقة ليس لهم علاقة بخدمات الناس ليس لهم علاقة بمصير الناس جوعهم عطشهم حاجتهم ليس لهم علاقة بدينهم الصحيح بدنياهم فقط علاقة بالقتل والمال أول خروجهم المال وهكذا هم اليوم لدون المال في الحلقات القادمة إن شاء الله سنفرد كل ما فعله وأشاعه وقاله الدواعش مما يخالف منهاج النبوة الصحيح سندكره ونرد عليه بالأدلة لكي يحيى من حيى عن بينه ويهلك من هلك عن بينه ولكي يعلم المسلمين وأعداء الإسلام أن هذا هو ليس الإسلام الصحيح أقول قولي هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الحق واتباعه وأن يجنبني وإياكم الباطلة واتباعه وأسأله جل وعلا البصيرة في الدين والفقه فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر